بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبركات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نجاح أعمال القمة الخليجية 41 التي تتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي ونثمن عاليا الجهود المخلصة التي بذلت من دولة الكويت الشقيقة بأميرها الراحل والأمير نواف من أجل عقد هذه القمة ورأب صدع الأسرة الخليجية والعربية عموما لا شك أن هذه لحظة فارقة عندما يجتمع الإخوة على طاولة واحدة ويصلون إلى هذا الاتفاق الهام الذي نستبشر به خيرا في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة وفي النهوض بالتحديات الكبيرة التي تواجهها منطقتنا ولا شك أن هذا اليوم حمل بشرة كبيرة للسوريين الذين اعتادوا على وقوف أشقائهم وإخوتهم إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة التي خرجوا من أجلها منذ عقد من الزمن وقاتلوا هذا النظام المجرم وبذلوا في سبيل ذلك ثمناً غالياً وباهظاً ولا نظن أن هذه الحادثة تشكل خبراً ساراً لأعداء المنطقة وشعوبها خاصة إيران التي تشتاح المنطقة من أربع عواصم عربية والتي تقاتلنا بأموالنا ودماء أبنائنا وتغنوا ولا زالوا يقولون بأن شعوب المنطقة لا تشكل لهم إلا باباً من الصداقة والأخوة وهذا غير صحيح ولا شك أننا والشعب الإيراني ندفع ثمناً غالياً في مواجهة هذه الأنظمة القمعية الوحشية التوسعية الفاسدة ونتطلع إلى ذلك اليوم الذي يمكن أن يكون قد بدأ منذ أمس بتوحيد هذه الجهود وتوحيد البوصلة في مواجهة إيران والإرهاب والتطرف والأنظمة القمعية التي زرعتها في منطقتنا ونثني كذلك على البيان الختامي للقمة الذي تطرق بشكل تفصيلي للوضع السوري ونرحب بالتزام الدول العربية والخليجية منها على بيان جينيف وضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تدير البلاد في مرحلة يوضع أو يتم الاستفتاء فيها على دستور جديد ويتم التحضير الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة وكذلك ملامستهم الصادقة للقضايا الأخرى المتعلقة بعودة اللاجئين وفق المعايير الدولية بعد أن تتوفر بآمنة ومحايدة يستطيع أن يعيش فيها السوري أو أن يشعر بالأمن والأمان والهدوء والاستقرار وكذلك مواجهة كل أشكال التغيير الديمغرافي الذي سعت إليه إيران وهذا النظام المجرم في كل سياساتهم التي انتهجوها خلال الفترة الماضية من كل قلوبنا نتمنى لهذا العمل أن يكون بداية صحيحة نحو عمل عربي مشترك نحن اليوم بأمس الحاجة إليه وحقيقة كنا نشعر بالبرد ونشعر بأن ظهورنا مكشوفة لأننا كسوريين بحاجة إلى دور عربي فاعل ورائد وإلى جهود عربية مشتركة متكاملة من أجل كما قلنا مواجهة كل تحديات المنطقة ويأتي على رأسها ما تعيشه سوريا سوريا الأرض والدولة والشعب في مواجهة هذا النظام المجرم القاتل وما استجلبه إلينا من دول وتنظيمات مثل الحرس الثوري الإيراني وإيران وميليشياتها وكذلك روسيا والإتلاف الوطني مستعد للتعامل والتعاون مع أشقائه العرب في مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجامعة العربية ودول الجامعة العربية وأخص بذلك كذلك دولة مصر التي حضرت القمة البارحة وكان لها دورا مشكورا نتمانا يكون بادرة تجاه توحيد العمل من أجل مواجهة كل ما يحيط بنا من مشاكل ومن تحديات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر